هل يا أصدقائي معكم سامو طبعا هذا الفيديو يا أصدقائي مثل ما شفتوا بالعنوان اليوم يا أصدقائي هو ليلة يوم الاثنين وبالفعل وصلني الإيميل الجديد من بيكي اكس دي طبعا يا أصدقائي يحتوي على كثير أخبار فخمة وميزات جديدة طبعا يا أصدقائي الإيميل عن السيارة الجديدة اللي قلت لكم عليها بالفيديوهات السابقة وأشياء ثانية ولكن يا أصدقائي السيارة هذه طلع فيها منفاجئة مرة كبيرة توقعي طلع صحيح طبعا يا أصدقائي السيارة حرفين طلعت هي أرواع سيارة في بيكيكزي فطبعا يا أصدقائي شاهدوا هذا الفيديو من الأول للأخير لحتى تتعرفوا كل التفاصيل تبعها الإيميل وتشوفون كل الأخبار والتسريبات والصوار هي اللي وصلتني من عند غوسب جول وكمان يا أصدقائي ما تنسوا أو لا تنسوا تدعموا هذا الفيديو بكثير ليكات وهالأمور اللي دائما أخبركم عنها أوكي أنتو تعرفون لازم تشاركون بالقناة تتفعلون زر الجرس وتنشرون هذا الفيديو مع أصدقائكم ويشاركوكم العراء وتتكلمون عن السيارة وكذا فالمهم يا أصدقائي حاليا أعتقد إجا الوقت عشان نبلش ويلا بينا تمام يا أصدقائي في الأول غوسب جول تريد تسألكم هل أنتو لحده مستمتعين بالبيت الجديد مستمتعين بالوصفات وصنع الحلويات وكمان تريد تعرف إيش الوصفة المفضلة عندكم لحد هسا فطبعا يا أصدقائي شوفوا هذه الصورة وطبعا الصورة هذه كنت قلت لكم أول ما نزلت حديث مرة حلوة فخمة طبعا يا أصدقائي أنا إيش ممكن أقولكم يعني إيش الوصفة المفضلة عند يا ترى يمكن الشوكولات هذاك ويمكن هذيك الحلوة اللي فيها الكانديس تمام فتعالوا ندخل للبيت ونشوف أوريكم وإنتو قلولي يا أصدقائي بالتعليقات أي واحدة حبيته تمام فطبعا أنا إيش ممكن أقولكم حبيت هذي هذي تمام وحبيت كمان الشوكولات هاي اللي عليها قلب تمام ويمكن أو هذي يعني تمام ومن العصر حبيت البينك حسيت ورح يكون أحلى فإنتو كمان قلولي يا أصدقائي شنو حبيته ها رح أقرأ كل تعليقاتكم على فكرة أهم شي بالصورة موجودة هناك هيلو كيتي وموجودة عجانة وكل المكونات تبع البيت في الله يا أصدقائي حاليا ركزوا معي عشان رح نبلش بالأخبار الحلوة تبع الإيميل فطبعا يا أصدقائي الشي هذا يتحدث عن المستقبل تمام فطبعا الخبر هذا عن السيارة تمام هذا الشي لازم تعرفونه فطبعا يا أصدقائي السيارة هذي رح تتميز بميزة من المستقبل إيش هي يا ترى اللي شافوا الفيديو تبع التسريبات اللي سويت لكم ياه قبل يومين تقريبا رح يعرفوا عن شنو أنا قاعد أتكلم لأنه توقعي طلع صح نفس ما قلت لكم في المقدمة طبعا يا أصدقائي خلوني بالأول أحكي لكم غوسب جول تقول إن كل الناس حاليا يتحدثون أو يريدون يعرفون إيش هو المستقبل في الحياة الواقعية مثلا ويتساءلون هل بالفعل رح يكون فيه سيارات عندها القوة أو الميزة على الطيران وهي السوالف ولكن يا أصدقائي في عالمنا وصلنا لهذه التقنية رح يصرف عنا سيارات عند الطير واو يا أصدقائي فلأول مرة سيارة هيلو كيتي انضافت في بيكاكسي وانضافت معها الطيران واو واو عن جد فطبعا يا أصدقائي الميزة هي إنه السيارة تبع هيلو كيتي رح يكون فيها ميزة الطيران وهذه أول سيارة في بيكاكسي تكون عند الطير بالفعل وقادرة على الطيران والسواقة بنفس الوقت واو واو فبالتالي هذه رح تكون هي أفضل سيارة في بيكاكسي على فكرة فيلا نشوف يا أصدقائي الصورة ويلا لاتس جو فطبعا يا أصدقائي هذه الصورة طبعا نفس ما شفنا سابقا السيارة كنا نعرف شكلها لأنه أصلا شفناها بواجهة التحديث واجهة اللعبة لما تدخلون فحلو طبعا كلها تكون باللون الأحمر وطبعا يا أصدقائي يكون بالأمام الشكل تبع هيلو كيتي طبعا يا أصدقائي شوفوا بالأول قبل ما تبنش الطيران تمام تكون هيك مجمعة العجلات تبعها تمام تكون نفس السيارة الطبيعية فطبعا يا أصدقائي كيف رح تطير رح يكون في ميزة أو خيار تمام من ضمن المميزات رح نضغط عليه ورح تنفتح العجلات كما يبدو في الجانب اليمين تبع الصورة تمام لما رح تنفتح العجلات رح تصير زي كذا ورح تبلش شوي شوي يعني تطير تمام وشفت المولد هذا كيف صار شفت الفارق لما تستخدمون الميزة فطبعا يا أصدقائي أعتقد أنكم متحمسين وأن الصورة الواحدة ما بتكفي ما بتكفي صورة واحدة على الفكرة صح فتريدون تشوفون فيديو فبيكاكس دي يا أصدقائي أو غوسب قولها شكروها على فكرة تمام خاطرت وصورت لنا هيك صورة متحركة أو فيديو فينا نعتبروا فطبعا يا أصدقائي هاي الصورة المتحركة عبارة عن أن غوسب قولي قاعدة تستخدم القوة تبع السيارة تمام يعني عم بتورينا كيف عم تشتغل أو طريقة العملية فتعالوا نشوف يا أصدقائي الصورة المتحركة طبعا يا أصدقائي النفس ما بتشوفه بالأول غوسب قاعدة تتمشي عادي طبيعي وهون يا أصدقائي ضغطت على الميزة وفجأة انفتحت العجلات وصار يطلع منها هذا الآثار وبالفعل صارت عم بتطير على المدينة ولكن لحظتي يمكن عندها فترة محدودة صح؟ فطبعا يا أصدقائي تعالوا نرجعها ونشوف أكثر شوفوا شوها رح ينفتح هذاك المروحة تمام لأنه هي اللي رح تخليها أصلاً أو بالأساس الطير شوفتوا شلون تمام؟ ها استخلصت ونزلت على الأرض فأعتقد رح يكون عندها وقت أو يمكن نحنا اللي نوقفها فما أعرف فغوسب جول ما قالت لنا لو بالفعل يعني عندها هاي القوة رح تكون محددة أو لفترة معينة فما نعرف هاي التفاصيل رح نخليها حماسية تمام؟ حاليا شفنا أو فهمنا كل شي عن السيارة حرفيا فتمام يا أصدقائي آخر خبر بالإيميل يس الإيميل يتكلم عن السيارة فقط أنتم تخيلين فمرة صغيرة فآخر خبر بالإيميل يا أصدقائي من جد أعرف أنكم يعني استغربت إلا ما قلت لكم آخر خبر بالإيميل أوكي فآخر خبر بالإيميل يا أصدقائي هو قاعدة تخبركم أنه لا تنسوا تروحوا وتأخذون التيشورت تبع هيلوكتي المجاني اللي أنا بالأساس حاليا لابسه طبعا شوفوا شكلهم مرة حلو طبعا يا أصدقائي اللي ما يعرف كيف رح أخلي لكم الرابطة على الفيديو في التعليق المثبت روحوا شوفوا يا أصدقائي تمام؟ وكمان يا أصدقائي روحوا خودوا الكتاب على مقولة غوسب جول طبعا الكتاب المجاني أو الملسق هذاك فطبعا هاي الأغراض هي نادرة غير إنها مجانية فروحوا خودوها يا أصدقائي طبعا يا أصدقائي لا تدعمون هذا الفيديو بكثير لايكات اذا تشاركوا بالقناة تفعلون ازر الجرس وتنشرون هذا الفيديو مع باقي أصدقائكم وبس مع السلامة باي باي السلام